موسيقى 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 المهم المواطنين يتخنق ويضروا مفماجي الزيت حتى وإن قاموا ببيعها إلى عصبه حلمهم الوحيد هو معناها إسقاط الدولة وإدخال البلبلة في صفوف الشعب التونسي ولكن هاي هات أنا من منبر بلا قناع أتوجه لسيادة الرئيس الجمهورية كون أراه فارق كبير في السعر بين القرورة المدعمة والقرورة الغير مدعمة نرجو من الجناب ونرجو من سيدة رئيس الوزراء والسيدة وزيرة التجارة ووزيرة المالية يعودوا يشوفوا وضعية التسعير هذه في الظرف الحالي للنهوض بها خطر المواطن بتبيعته هو ياخذ فيها أراه فما فلوس ميشي للمستكرشين هذه بطريقة غير مباسرة بمساعدة السلطة وقت ما ترفعش هو المواطن ياخذ فيها بالفين والفين وخمسمائة من العطار معناها حتى العطار رأوا قاعد يبيع مش بالأسعار القانونية صحيح معناها ما تلقيش التراث الوزارة أو المراقبة لكن رأوا المواطن قاعد ياخذ فيها وهذه تنجموا تعملوا ميكروتوروتوار أنتما بيلاقي ناع وتشوفوا المواطن قاعد ياخذ في قاروت الزيت ومنها هي تنجموا تنطلقوا في تحيين أسعار الزيت النباتي المدعم وإحنا كنت أصحاب مصانع رأنا تعبنا من زيادة من مكتوبنا معناها عنا مشاكل في خلاص خدمتنا عنا مشاكل معناها في السيولة اللي ما عاش تخلصنا إحنا من 2014 لم يقع تعديل سعر هامش الربحة متاعنا وكل شي زاد معناها الماء زاد الضو زاد الخدام زاد المواد المكونة لقاروت الزيت النباتي المدعم اللغطاء والتيكة زادوا ثلاثة أضعاف على 2014 نداء إلى سيادة الرئيس كون ينظرنا بعين الرحمة لأن 43 معمل إذا كانتوا عندنا باش نقاوموا راهوا عام آخر معاش نجموا نقاوموا وكلها بشركيها مغلقة ويشوف لك اليد العاملة اللي نشغله فيها بين في حدود التسعة آلاف معناها نمسوا التسعة آلاف موطن شغل مباشر وغير مباشر انت حكيت في نقطة مهمة لكن احنا في بلاقينها باش نحكيه في النقطة الأهم اليوم باش نحكي لكم على عركة في بلادنا على ألف مليار في جيب شكون تمشي اليوم باش نحكي لكم على الدعم نتاع الزيوت النباتية لقاعدة تتصرف فيها بين ستمائة وثمانيمائة مليار سنويا في جيب شكون تمشي فما الزيت المدعم بـ 900 فرانك لترا لكنه الغير مدعم يدبع تقريبا بسبعة دينارات يعني يضعف سبعة مرات اليوم همش الربح في الجاجو انتاع الزيت عنده جار الجملة خمسمائة مليم وعند العطار الجاجو كامل الربح انتاعه ثمانيمائة مليم لكن لما يبيعوا في السوق السوداء ينجم يكون الربح انتاعه قد الرقم هذا عشرين مرة فما ناس تاخدوا جاجو الزيت بعشرة دينارات وتبيعوا بخمسة وعشرين دينار الربح خمسلاشين دينار فما تجار جملة ياخدوا ميد جاجو زيت ولما يبيعوا في السوق السوداء الربح انتاعه يوصل ألف دينار في يوم واحد اليوم العركة عركة مليارات اليوم العركة بين الصناعيين الكبارات اللي يحبوا خبز تلقاتهم تاحهم والأقل منهم المعالبين اللي يحبوا يفلسوهم ويخرجوهم من السوق وبين تجار الجملة اللي يحبوا يسورخوا ويعملوا برشة فلوس في ظرف وجيز وهظومة اسمهم تجار الأزمات وبين أيضا حتى تجار الصغار العطارة اللي ما يخافوش ربي اللي عندهم العلاقات والولاءات والوسطات اللي يتوصلهم بين خمسين وميات جاجو يوميا تتبيع في السوق السوداء وما تتعرضش للجميع بش نحكي معاك سيلوتفي وأنت رئيس المجمع المهني لمعالبي الزيوت النباتية أولا الكلام اللي حكيته صحيح غالط وإلا فما ما هو أخطر وأعمق شوف بصراحة نحنا ركزنا كأنه الزيت والكميات موجودة خليني جاوبني ساع على العرقى متاع الدعم العرقى متاع الدعم حكينا فيه في الأول هراه يلزم الجهات المختصة يلزم وقفة وسريعة لتقليص الفارق بين السعر الحقيقي متاع المدعم اللي هو يتكلف للدولة حوالي 6 دينارات ويبيعوا فيه بتسعمية هذي ضرورة ملحة نحن نسمع في الكواليس وفي الإذاعة وفي التلفزيات مدة سنوات أنه يعطوا الدعم المباشر للمستحقين بقاء حبر على ورق وهذا ضروري لتقليص الفارق وبالتالي وقت لنقص الفارق تقليص الفارق في السعر هو نسكروا باب على المهربين والمحتكرين والمجرمين اللي يهزوا في قوات المواطن يعني فما عيسى بيتي اللي قاعدة تسرق في المليارات انت عند دعم هذية تحط فيه هي في جوبة والمواطن ما يوصلوا شيء شوف سامحني نزيد نأكد في حاجة راهو زيت ما هوش يجي في الامبورتاسيون كامل سامحني يزمك تسمعها كل نحضي حق حقه احنا عنا 165 ألف طن هو احتياجات السوق من زيت المدعم السوجة اللي هو بنوع السوق زيت رفيع كم الزيت الأخرى يا فويا أنا جبنا ترابيت 60 ألف طن سامحني واحنا مزلنا ماكملناش خمسة شهور والزيت ما فاماش سامحني شوفتي محمد احنا راهو حتى في عام هذا اللي يمشي في 2022 راهو ما وصلناش حتى لـ 80 ولا 90 ألف طن اللي هو 80 سامحني هذا معنا في 22 الشهر الوحيد اللي خدينا فيه كوطا كاملة 14 ألف وخمسمائة طن الشهرية إلا في شهر رمضان اليوم نحنا في شهر أفريل راهو عنا 6 ألف طن فقط راهو بسمحني عايشك راهو يمثل 30% هدايا راهو نقص حاد في التوريه من لو جوش على المبرات صحيح سامحني دقيقة بركة دقيقة بركة أنا باش نحط لك الأرقام منه ومنه باش نقارنه مرحبا 2021 على عام كامل جيبنا 80 ألف 2022 على الستة شهور جيبنا 56-58 ألف هاو الأرقام مقراب لبعض لا سامحني مهمش أرقام تصححلك الـ 56 ألف ما صارتش راهو لا ما صارتش عنا جان في مخدمنيش في فريد 9 ألف ما عرف 6 ألف رمضان يعني آآ أفريل آآ آآ أربعة عشر نلف وخمسمية أخذينها كاملة توا ستة ألف هذو ما هم أخذينهم وتقريبا نشتر العام نورمال مو يلزم نقول لك شتر العام تقريب ستة وخمسين يقل شوي أقل من ستة وخمسين شوفي ثم معاناة رو شوفي عايش أكسي محمد ثم حقائق نزم نذكروها نحن زادة رو ثلاثة وربعين مصنع متضرين نحن عنا مصانع على أبواب الإفلاس هذه يرى ويجب أن تسمعها السلطة ونحن رأينا معناها من نجموش نغطو المصاريف في 2021 زاد الضوء استهلاك الكهرباء 45% أخيرا عنا شكاك الجور 15% نحن رأي خدمتنا كل طاقة نحن خدمة بتاعنا بكلها طاقة نوزعه بالطاقة نخدمه بالطاقة نصنعه بالطاقة باشتفهمني ويكون الكلام بتاعنا مفيد للمشاهدين نحن مع المصانع المنتصبة بصفة قانونية هنا نحبك أنت تخدم والمواطن يوصل له الزيت والدعم يوصل للموليه وهالعصابات القعدة تتماعش ستوب يزي في البرك معاك ألف ستوب وبقوة بقوة ضرب بقوة على أيدي المحتكرين هذهم ضرب بقوة ولا تسامح لا تسامح حتى كان يهزوا 10% ولا 5% ولا 15% ما قالوا إلا حق الزوال وتجارة غير شرعية وإجرام في حق المواطن أنا نعرف وأنتي تعرف اللي فم أطرافة حالفته مع بعض اللص واللي ما يخافش ربي واللي مش موافق عن النظام واللي حب يستكر شويغنا الكل تله في الدعم صحيح الكلام هذا أو اللي بصراحة وقت يشوفوا حاجات كم هكا رسمية كم يشفناها البارح هذي حقائق بش نناسبوها قديش وكيفيش ما قالها إلا موجود جمال العرف أنت تعرف ود الحد ود بن جردان وقريب وتعرف الترافيق الكل نعرف كذا تعرف الترافيق الكل فما ترافيق كبير ولا الترافيق بمعنى الترافيق معنى يراو في ال الناس تسرق في المدعم بالأخير موجودة موجودة يعلبوا فيه وبيعوا فيه مش على الحدود أنا ما قلش على الحدود قلت لك اندي ود حده تعرف موجودة نس كل تتماعش من الدعم نس كل فهمني الكواش التاجر الجملة التاجر التفصيل العلف كلها كلها الدعم هذي ولا فيتون زي البهم الكسير اللي يجي يركب